دفت نهارك سعيد في الفقرة دي في الفقرة الفنية هي فنانة جزائرية بقالها أكتر من عشر سنوات دلوقتي في الحقل الفني لها ألبومين جزائريين وليها ألبوم لسه هيصدر قريبا هو شرقي متنوع باللهجة المصرية واللبنانية والخليجية كمان دفتنا الفنانة إناس بو عالم من نهارك سعيد نهارك سعيد وصباح الخير وصباح الخير يا مصر نحن سعداء لحضرك معنا النهار ده وحضرتك غنيتي أشكال متنوعة من الغناء يعني دايما بيقولوا جزائر بلد الراي فحضرك غنيتي راي وغنيتي شرقي لكن إيه المفضل عندك؟ أنا أسعد طبعا أني مستضافة عندكم ها في هذا البرنامج الجميل أنا بغني راي وبغني جزائري وبغني طبعا شرقي بس أنا يعني أحب أكثر الشرقي لأن صوتي بقى فيه أحسن يعني أحلى بس بداية حضرتك مع الغناء كانت إزاي؟ بداية حضرتك لما كنت في الجمعة كنت بغني على طول أمه كلثوم عبد الحليم وبعدين تجهت بدأت نغني اللي هو الجزائري في أفراع أفلات تراث عاصمي خاصة عاصمي مثل غنوة يا الرايح مثلا دي غنوة عاصمية ما هي شراي في الأساس مش راي لا مش راي خالص تراث جزائري يعني عامل الغنوة هذه اسمه الله يرحمه عبد الرحمن الحراشي الحراشي مسمي نفسه الحراشي هو نسبة لمدينة الحراش اللي هي موجودة في وسط البلد العاصمة دي لها غنها رشيد طاها بعد كده ورشيد طاها خدها وعملها توزيع تاني وبقت معروفة يعني في العالم يعني هل الغناء اللي بيغنيه مثلا شاب خالد ورشيد طاها وشاب مامي حاجات متاخدة من التراث الجزائري كلها ولا في حاجات كده ليش كلها في حاجات كثيرة من التراث اللي هي عبد القادر يابو علام هذه من التراث حاجة قديمة يعني الأغاني اللي سماعت قوي وعلقت مع الناس من التراث من التراث يرايح هذه تراث عاصمة والعبد القادر يابو علام وهراني زي ما تقول اسكنديريا وهران يعني من مدينة وهران من مغرب الجزائر طيب إيه رأي حدريك نسمع صوتك في حاجة من التراث الجزائري سواء حاجة احنا عارفينها أو حاجة تاني تحبي نغني حاجة من المعروف؟ هسمع لكم حاجة بتاعتي طيب حاجة تطير أشي صبر قلبي أشي صبر قلبي أشي صبر قلبي أشي صبر قلبي اشتركوا في القناة 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 قبل ما تشوفك عيني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباح انت 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 عمري اشتركوا في القناة 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 حلوين في منهم شباب شطرين قوي في منهم أسدزا في منهم محمد ضياء في منهم محمود درويش لبناني محمد شرارة لبناني في منهم أستاذ حربان اللي هو ملحن كبير جدا سعودي هو اللي عامل غنوة ويلو ويلو يا سواد ليلو بتاع تراشد الماجد وعامل عبدالله الرويشد وعامل يعني مع هو عقب صوتي فقال لي ناس خي اختاري لحن كده وبس إن شاء الله في الألبوم برضو ححط غنوة جزائرية ليا بتاعتي يعني حعيد لها التوزيع وحطها إن شاء الله بس الغناء بلهجات مختلفة شيء صعب ولا بالنسبة لها ريك ما كانش صعب تغني بخليجي وتغني لبناني وتغني مصري وانت أصلا من الجزائر يعني عدت لهجات عربية هو المصري مش صعب علينا عارف عليه لإن احنا كنا بنشوف أفلام ومشا سلفاء وأغاني ومكلسون بس اللبناني والخليجي أكيد مش قوي بس لازم يكون معايا ملحن عشان يسهل النطق يعني يكوريج طيما تقول لنا كده كوبليه لبناني وكوبليه خليجي من الألبوم بتاعك كوبليه بس كده نا أوكي اللبناني بتقول مايك بأه طالب سوري مفتوح كده مفتوح يا نجمي صهراني بحكي لك حكاية أنا العشقاني وسر مخباي يا نجمي صهراني بحكي لك حكاية أنا العشقاني وسر مخباي بحكي مرة لوحدي ومرة للمراي بحكي مرة لوحدي ومرة للمراي شو بعمل يا نجمي قلب بنكسر شو بعمل يا نجمي قلب بنكسر يا نجمي صهراني يا ضو الأمر حبيب اللي بحبه ما عنده خبار يا نجمي صهراني يا ضو الأمر حبيب اللي بحبه ما عنده خبار بويفع شباكي برميله شباكي بويفع شباكي برميله شباكي شو بعمل يا نجمي قلبه من حجر شو بعمل يا نجمي قلبه من حجر شو بعمل يا نجمي أعيز أسأل حضراتك رغم من التراث الجزائري فيه يعني غاني كثير وكثير وتراث ثاري جدا يعني ليش معنى الراي هو اللي انتشر عالميا والله لأنه كانت أول موسيقى عربية جزائرية وإنه بيفرق الراي عن الموسيقى التراثية الجزائرية؟ أقول لك لأن في الجزائر عندنا كم طبع غنائي عندك القبائل اللي هو برضو متغني بلهجة غير العربي غير العربي خالص لغة خالص الأمازيغ عندنا الطبع التارجي التوارج عندنا الطبع العاصمي اللي هي منها الغنوة بتاعتي الرايح وعندنا الراي اللي هو جاي طابع خاص بالغرب العربي لمدينة وهران واللي حواليها يعني بسيدي بالعباس يعني هو المسقط الأساسي بتاعه هو وهران هو وهران وسيدي بالعباس هو تشهر أكتر لأنه كان في يعني مضربين حلوين جزائريين عرفوا يطوروا منه مع الطابع بتاحهم ما غيروش الطابع ما غنوش أغاني غربية هم خدوا الطابع الوهراني وحطوا عليه أجهزة وآلات جديدة وسوقوا في أوروبا وفي أوروبا الناس بتحب الحاجة اللي بتطلع بطبيعها هي انتي مش حاوليش تعملي زيهم مش شباههم صح؟ نبقى شباههم ليه هم حنبقى حنبقى زيهم ولا أحسن مستحيل ده شغلون مش حتى لو نطور لحاجتنا أوكي بس نعمل زيهم ماينفعش لا وبعليل الحلو اللي انتي عندك النكهة بتاعتك بالضبط البصمة بتاعتي والسيجناتورتاي بس عندنا طبعا طبعا وإقاعات ومزامير غير عندهم وآلات غير عندهم هي دي الحاجة اللي هم بيحبوها عندنا عندنا آلات هم مش عندهم فلما أنا أحب أعزف مثلا قانون أوكي أروح أعزف جيتر إلكترك مش هعمله زي أحسن منهم أهله بس هاريك هل فكرت أنت تفتحي لنفسك سوق في فرنسا مثلا إن شاء الله ربنا يسر النسك اللي عايزة تسمى عبد القادر بصراحة بصوت حضرتك بس حتى أصغن أوكي ماشا نعم بسم الله عبد القادر يا أبو علام داق الحال علي داوي حالي يا أبو علام سيدي روف علي سيدي عبد الرحمن دير مجودك وتحزم وانا خديمك خديمك شوف علي عبد القادر يا أبو علام داق الحال علي داوي حالي يا أبو علام سيدي روف علي سيدي عبد الرحمن 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 دوي حالي يعني أنت من ناس صلاحة عيلي دوي حالي يعني فيها الغنوة دي بيتكلم عن الولية ويعني قربهم لله فبيقولوا يعني إصلحوا حالي وردة الجزائرية من الأصوات يعني احنا نعتبرها وردة مصرية عندنا طبعا وهي وردة مصرية طبعا وهي وردة مصرية طبعا وردة من الأصوات الجميلة وانا شخصان بعشق صوتها ديسة كنت حتى بقول لحضراتك بحب صوتها جدا جدا نموذج وردة بالنسبة للجزائريين هو نموذج الناجح قوي ده اللي وصل للعالم العربي كله والعالم بتمثلك وإيه؟ بتمثل حضرتك إيه؟ هي بتمثلين أنا كجزائرية طبعا فخورين بها جدا جدا هو من الأصوات الكبيرة والعظيمة المميزة في العالم العربي طبعا مفخرة للجزائر ومفخرة لكل العرب ومدرسة في نفس الوقت مدرأ أم كلتوم وردة فايزة عبدالحليم أستاذ محمد فوزي فرد الأرض دول كلهم يعني ليهم مدارس خاصة بهم طب والمطربين دلوقتي هل فيه أصوات جزائرية موجودة مشهورة في الجزائر بس مش لقي فرصتها في العالم العربي يعني ليه ما فيش أصوات كتير جزائرية لوقتي بنشوفها على الصحة العربية يعني ممكن تكون معروفة في الجزائر لكن مش مشهورة في العالم العربي إيه اللي بينقص ده؟ واللي بيأخرج بيطلع على فرنسا مثلا يعني فين هي الأصوات العربية بقى الشرقية العربية الشرقية أنت عارفة هنا السوق العربية الشرقية بتكلم عن المشرق العربي بقى الصعب أنك بتسوي إي حكتك الشركات الكبار لو أنت مش اسم أولا مش حيمضوا معاك دين مرة واحد فهما بيهم أيوة بزرعة لو ما عندك إيش شركة كويسة بتسويك وتعملك اسم وإشهار ومش حتباني حتى لو عندك من أجمل الأصوات بس في شركات انتج في الجزائر محلية؟ شركات انتج في الجزائر بتنتج جزائري والحاجات اللي هي قريبة من أوروبا زي ما أوتلك بس مش كتير عددها كبير يعني ولا مش كبير؟ لا هم بيتعدوا على الأصابع يعني شركات يعني محترمة كبيرة يعني ده اللي بيخالي بيعطل وصول الأصوات ده اللي بيعطل وفي أصوات حلوة وفي ناس تستاهل إنها تأخذ فرصتها مع الأسف مع الأسف الشديد الشركات الكبار لو أنت مش تعيدي معنا خيرك تعيدي عينيك تبقي بشكل ما عليش نقول بعريان بيقولك أنت مش هتعرفي تسويلي لا والله تقريبا كده بالممزر انتي بتشوفي أصوات بتطلع يعني بأمانة انتي عايزة مستحيل ولا صوت ولا صورة ولا صوت ولا صورة وبعدين المطرب المفروض ولا المطربة لازم أساسني صوت طبعا بس معلش هذه أدينا بنكافح بنقاوم وربنا يسير الأمر يعني الحقيقة اللي بيقاوموا كثير جدا يعني فيه أصوات حتى في مصر هنا رائعة الجمال ومش لقي حتى فرصتها وهي في بلد الفن بالزبط يعني بفعل علشان الحريك بتقولين أنه اللوقتي التسويق بقى بالفساتين بالفساتين بالصورة يعني مش بالصوت بالصورة آه بالصورة طبعا احنا خلاص وقتين للأسف الشديد انتهينا يعني للأسف حبي النصف حبي النصف حصوات حريكي أكبر قدر ممكن بس ياريك نختم بأغنية حريك تختاريها بقى يعني زي ما تحبي حريك لحنت أغاني لحنت كم أغنية تقريبا غلوة شرقي وغنويتين ثلاثة جزائري حاخت بحاجة بالوردة مجموتي تحبي وردة أحبها قوي مطلبتي المفضل تعيش وعملتي في ناسيني وعملتي في ناسيني فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوب فينا الحني السنين لا الزمان ولا المكان يدروا يخالوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان الزمان و بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود بحبك كتيرة رارا وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في مصرنا يا حبيبي و بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد بأغاني الصبر بحبك وانت عارف اه قلنا ايه فيها كل ليلة وقال معاني وقال معاني في صهرنا يا حبيبي و بحبك و بحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد دي اللي فات من عمري بحبك و قد دي اللي جاي من عمري بحبك قد دي اللي فات من عمري بحبك و قد دي اللي جاي من عمري بحبك و شوف قد دي شوف قد دي بحبك بحبك على احساسك بشكر حضريك جدا على وجودك معانا للفنانة الجزائرية المطربة الجزائرية الناس ببعالم منورانا ومنورا مصر ومتمنالك ان شاء الله التوفيق في الألبوم بتاعك بإذن الله يا رب مرسي وأنا أشكر كل الطاقم السهران واللي واقف ورا الكاميرات والمنظمين وأشكر حضرتك شكرا ونشكر مصر اللي دايما بتدينا فرص ان احنا نعمل حاجة فيها ودايما حضنانا وتعيش مصر وعيش جيشها وأمننا اللي يسمح لنا برضو بنتمشى ليل نهار برحتنا يا رب شكرا شكرا تنانا إناس ببعالم ونهارك سعيد نهارك أسرح فقراتنا يستمتواصلة معاك وراجعين بس بعد الخاصة